مرحباً عزيزي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها لتمركز العملاق الأوروبي Airbus للمروحيات في المغرب لإنتاج طائرات هيلوكوبتر مصنوعة في المغرب وليس تركيباً فقط وبالإضافة إلى الإنتاج سيتم استخدام المصنع أيضاً للصيانة وأصلاح وتحديد طائرات الهيلوكوبتر للجيش الملك المغرب وهذا يذكرنا بالعملاق الأمريكي بوينغ الذي فتح مصنعاً في المغرب من أجل تصنيع وصيانة طائرات الأباتش العسكرية التي اقتناها المغرب مؤخراً والتي خصصت لها حلقة ستجدون رابطها في أسفل هذا الفين وبالمناسبة تم افتتاح عدة مصانع ومكاتب في المغرب بعد تنزيل تلك الحلقة من أجل تزويد مصنع إنتاج طائرات الأباتش المغربي بقطاع الغيار اللازمة وعلى رأسها المحرك الذي يعتبر أهم قطعة في الطائر وهذا سيتكرر بإذن الله في مصنع طائرات الهيلوكوبتر لأيرباس بالمغرب كل هذا التقدم المغربي لاحظه المدير العام بشركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباس جيوم فيوري والذي قال بعظمة لسانه أنه ليست هناك طائرة تحلق في السماء لم يصنع المغرب حدا أجزائها وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن أهم خصائص الطائر التي ستنتج في المغرب ومن هي شركة أيرباس التي تريد الدخول للمملكة وكيف استطاع المغرب جلب عمالقة صناعة الطائرات لتصنيع طائراتهم داخل المغرب وما هي تدعيات نجاح المغرب في توطين هذه الصناعة على اقتصاده وأمنه القومي والمنطقة عموما كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو أنا حمد القروي برنامجكم أعرب شو أود أن ألفت انتباهكم عزائي المتابعين خاصة نلجد منكم بالاشتراك الآن في القناة لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بالتعرف على شركة أيرباس للمروحيات والتي تتبع للشركة الأم أيرباس يعني شركة أيرباس للمروحيات هي فرع من الشركة الأم المسمى أيرباس المعروف وتهتم هذه الشركة بتصنيع طائرات الهيلوكوبتر فقط بينما شركة أيرباس الأم تصنع مختلف أنواع الطائرات التجارية التي نعرفها حول العالم وهذا لا يمنع أن شركة أيرباس للمروحيات هي الأكبر في الصناعة من حيث الإرادات وتسليمات طائرات الهيلوكوبتر التربونية في العالم بأسره ويوجد مقرها الرئيسي في فرنسا بالقرب من مدينة مرسيليا وتقدم شركة أيرباس للمروحيات حلول طائرات الهيلوكوبتر الأكثر كفاءة لعملائها الذين يخدمون ويحمون وينقذون الأرواح ويحملون الركاب في بيئات صعبة وتنتشر طائراتها المروحية في أكثر من 150 دولة حول العالم وتؤدي كل نوع ممكن من مهام الطيران الرأس تشمل خط الإنتاج الشركة مجموعة كاملة من حلول طائرات الهيلوكوبتر الدوارة للاستخدامات المدنية والحكومية والعسكرية وقوات حفظ القانون وخدمات العام بالإضافة إلى إنتاج طائرات المرتقب في المصنع المغربي سيتم استخدام المصنع أيضا لصيانة وأصلاح وتحديث طائرات الهيلوكوبتر ويشمل خط إنتاج الشركة عدة أنواع من بينها الأنواع التي اشتراها المغرب وكان المغرب قد اقتنى من شركة أيرباس 12 مروحية من نوع هاش 135 أم وصلت منها إلى اليوم مروحيتين لمطار بالمملكة المغربية وتم اقتناء المروحيتين ضمن 12 مروحية تم طلبها من طرف القوات الملكية الجوية في إطار مخطط لتجديد أسطول المروحيات حيث ستعمل المروحيات الجديدة من نوع هاش 135 أم لمهام التكوين والنقل وكذلك البحث والإنقاذ خاصة وأن الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب كشف أن المملكة تحتاج إلى تدعيم أسطولها من طائرات الإنقاذ رغم أنه الأضخم في المنطقة المغاربية وفي بيان سابق أكدت شركة أيرباس أن القوات الجوية الملكية المغربية قامت باقتناء أسطول من طائرات هاش 135 لمهام التدريب العسكري الأولي وهي طائرات هيلوكوبتر خفيفة ذات محركين كما تشمل أصفق نظام تدريب وتجهيزات متطورة دون الكشف عن العدد ويرى الخبراء أن استثمار شركة أيرباس في إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات المروحية في المغرب يمثل خطوة استراتيجية هامة للبلاد ولصناعة الطيران بشكل عام وسيساهم هذا المصنع في تعزيز الصناعة المحلية في المغرب ويساهم في توفير فرص عمل للمغاربة كما يشجع على نقل التكنولوجيا والخبرة في مجال صناعة الطائرات المروحية إلى المغرب كما تعكش هذه الخطوة التعاون الإيجابي بين المغرب وفرنسا حيث يتم تصنيع العديد من طائرات أيرباس في فرنسا يمكن أن تساهم هذه العلاقات في تعزيز التعاون الدولي والتبادل التجارب والتكنولوجيا بين البلدين ومن المهم أيضا حسب الخبراء أن يكون لدى المغرب القدرة على إنتاج وصيانة طائراته المروحية خاصة لتلبية احتياجاته في مجال الأمن وحفظ النظام والبحث والإنقاذ إذ يعني وجود مصنع لأيرباس في المغرب أن البلاد ستستطيع الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة للغاية وموارد هندسية عالية الجودة مما يمكنها من تطوير وتعزيز قدرتها في مجال الصناعة والتكنولوجيا بشكل عام يعد هذا الاستمار فرصة مهمة للمغرب لتطوير صناعة الطيران وزيادة تواجده في هذا القطاع الحيوي على الصعيدين الوطني والدول حيث من المرتقب أن تأتي عدة مصانع ومكاتب جديدة لشركات ضخمة للعمل في المغرب من أجل تغذية مصنع إيرباس بقطاع الغيار مثل ما حدث في مصنع بوينغ لإنتاج طائرات الأباتشي حيث أعلنت شركة جيو أفيون وهي شركة أمريكية رائدة في مجال تصنيع محركات الطائرات عن تأسيس مكتب جديد في الدار البيضاء لتعزيز وجودها في المغرب وأفريقيا وتأتي هذه الخطوة بعد أن فازت جيو أفيون بعقد لتزويد المغرب بمحركات تي 700 و701 دي لطائرات الأباتشي التي أشتراها المغرب من الولايات المتحدة أخيرا وقال رئيس جيو أفيون في أفريقيا جورج نجار في بيان صحفي إن إنشاء مكتب جديد في الدار البيضاء يعكس التزامنا بالمغرب والقرى الأفريقية حيث نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائنا في قطاع الطيران وأضاف نحن فخورون بالشراكة مع المغرب في تطوير صناعة الطيران المحلي والإقليمي ونأمل أن نساهم في دعم نموه وتنافسيته وتعتبر الشركة من أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم حيث تشغل أكثر من 2700 عامل في 150 دولة وتستثمر هذه الشركة أكثر من مليار دولار سنويا في البحث العلمي والتطوير وتقود التقدم في مجال الدفاع العسكري للأجيال المقبل كما تسعى جيو أبيون إلى تحقيق رؤية أكثر استدامة لصناعة الطائرات من خلال تطوير محركات أكثر كفاءة وأقل انبعاثا للغازات دافية وخلال العقدين الماضيين شهد قطاع صناعة الطائرات في المغرب نموا متصاعدا ليشكل بذلك قصة نجاح وفق خبراء اقتصاديين عديدين وفي 18 يناير كانون الثاني أنماضي قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور أمام أعضاء مجلس المستشارين أي الغرفة الثانية للبرلمان حول صناعة الطائرات بالبلاد أن المملكة تصنع حاليا 41% من أجزاء الطائرات وتصنع أيضا أجزاء الأقمار الصناعية لمن لا يعطي فمثلما بلغت المغرب نسبة تصنيع 65% من مكونات السيارات محليا ولديها مخطط لإنتج 80% من قطاع غيار السيارات نفس الأمر نجده في قطاع الطائرات حيث المغرب اليوم ينتج 41% من قطاع الطائرات إلا أن هذا لا يمنع من وجود تموح مغربي لتصنيع 60% من قطاع غيار الطائرات بحلول 2037 وهذا رقم مرعب على المستوى الأفريق وأوضح الوزير أن السياسات الصناعية المتعاقبة بمجال صناعة الطائرات منذ عام 2005 وحتى عام 2022 حققت رقمات كبيرة جدا وهذا يدل أن هناك إرادة سياسية قوية للمرور بالمغرب من اقتصاد فلاحي إلى اقتصاد صناعي وأضاف أن البلد يتوفر على بنية تحتية ملائمة ومتطورة منها المناطق الصناعية المتواجدة في طنجة أقصى شمال البلاد والدار البيضاء والقنيطرة في الشمال المغربي عموم وتوجد بنيات تحتية أخرى في التطور لإحتضان المستثمرين في كافة أرجاء البلاد من أجل جانب الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار بالقطاعات الصناعية ومنها صناعة الطيران وأوضح أن المملكة طورت من الكفاءات في ميدان صناعة الطيران وتوفقت في نقل التجربة من الأطور الأجنبية إلى نظيرتها المغربي وبالتالي قصة نجاح المغرب هي بفعل مجهودات وعمل بذلة على مداء السنوات العشرين الماضية كما أن موقع المغرب الاستراتيجي لعب دورا مهما في هذا النجاح لأن المغرب قريب من أوروبا ويعتبر بوابة أفريقيا الغربية وهذا ما يفسر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطيران داخل المملكة المغربية خاصة بين سنة 2000 و2019 حيث أحدثت 142 شركة في مجال صناعة الطيران بالمملكة يعمل بها 18 ألف موظف مؤهل أكثر من 40% منهم من النساء بينما تقدر صديرات القطاع بأكثر من 2 مليار دولار ونسبة الإدماج المحلي بأكثر من 40% مثل ما سبق وذكر وكانت شركة لو بيستون الفرنسية أعلنت في 10 فبراير شباط 2021 افتتاح مصنعا لها في المغرب لإنتاج أجزاء ميكانيكية ذات تقنية عالية لصناعة الطيران بمدينة الدار البيضاء وفي 9 أغسطس أبل ماضي أعلنت السلطات المغربية أنها شرعت في الترويج لإمكانيات قطاع الطيران المغربي لداء المستثمرين الأمريكيين لأنهم المسيطرين على هذا المجال وفي 31 من الشهر ذاته أفادت وزارة الصناعة والتجارة بتوقيع عقد مع شركتين بلجيكيتين وسويسرية متخصصتين في مجال الطيران لتدشن مصنعا لتجميع هيكل طائرات بي سي 12 بالدار البيضاء وقالت الوزيرة في بيان أنذاك أن شركتين سابكا البلجيكية وبلاتوس السويسرية وقعت عقدا لتجميع الكامل لهياكل طائرات بي سي 12 عبر تشييد مصنع على مساحة 16 ألف متر في الدار البيضاء باستثمار بلغة 180 مليون درهم وطائرات بي سي 12 فريدة من نوعها تستطيع الهبوط على مدرج غير مهيئ ومنذ قيامها برحلتها الأولى في 1994 استطعت أن تبقى الطائرة الأكثر مبيعة ضمن فئتها حتى اليوم حيث تم بيع أزيد من 1800 نسخة منها إلى حدود هذه الساعة كما قال أدريس 2000 الخبير الاقتصادي المغربي أن استراتيجية أول مخطط أعتمد في المغرب في 2005 يهم القطاع الصناعي اهتمت بالمهن العالمية ومنها ما يتعلق بصناعة الطائرات وأضاف أن الدخول في السلاسل العالمية لتركيب الطائرات كان هدفا سطره المغرب ونجح فيه وذلك يتم الآن عبر مراحل وتابع كل دولة تتخصص في مجال معين وحصة المغرب بدأت تتوسع فأصبح له قيمة مضافة ولم يعد يهتم بتركيب أجزاء الطائرات فقط بل بادر إلى خلق وحدات لتصنيع وتطوير الطائرات لتصبح فروعا لشركات عالمية مهمة كما يعتبر الخبار الاستراتيجيون أن المغرب وفر للشركات المصنعة مناخا ملائما للاستثمار ما جعل قطاع الطيران يتطور بسرعة مهمة جدا ويساهم في تحسين الميزان التجاري وبالتالي قطاع صناعة الطائرات بالمملكة المغربية تدعمه بقوة تكنولوجيا الطيران المتطورة التي يتوفر البلد على مقومات التمكن منها ما يؤهل القطاع ليصبح نقلا لتكنولوجيا وموزعا لها على قطاعات أخرى صناعية بهدف استبدال الواردات كل هذا لا يمنع أن هناك إكراهات يعانيها قطاع صناعة الطائرات رغم النجاحات المنجزة في المغرب فالمطلوب تهيئة المزيد من المناطق الصناعية لاستيعاب المستثمرين الأجانب القادمين للمغرب لأن المغرب مقبل على تفرق صناعية قريبة وبناء عليه يجب إبرام شركات بين القطاع الخاص والدولة لتوفير الأراضي المخصصة للاستثمار ودعم إنتاج القطاع أما على مستوى اليد العاملة فالمغرب اعتمد برنامجا للمدن المتخصصة في المهن والتكوين الكفاءات وحصة قطاع صناعة الطائرات مهمة جدا من تلك المدن رغم سيطرة مدن صناعة السيارات عليه وللأمانة على مستوى الموارد البشرية ليس هناك أي عاء لكن التحدي هو توفر مناطق صناعية بأثمان وظروف مناسبة للمستثمرين ورغم هذا اختارت كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران مثل بوينغ وسيفران وهيكسيل وايتون والكوا وستيلا وغيرها الاستثمار في المغرب وتقول وزارة الصناعة والتجارة في موقعها الرسمي الإلكتروني أنه خلال الثمانية عشر سنة الماضية تمكن البلد من تشيط قاعدة متنوعة على الطيران عالية الجودة وذات قدرة تنافسية إذ يشهد القطاع ازدهارا ودينامية جعلته يضاعف حجمه ستة مرات وخلال عقدين من الزمن يعني الفترة بين 2000 و2019 تم تأسيس أكثر من 142 شركة أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ماهو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على السنة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط كان معكم حمد القروي برنامجكم عرب شو ترجمة نانسي قنقر